صرح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لقناة CGTN العربية أن الوضع كارثي في سوريا ويحتاج دعما دوليا كبيرا مؤكدا أن توافقا كبيرا بدأ يظهر لإنقاذها أشار مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في تصريح خاص لشبكة تلفزيون الصين الدولية أثناء جولة له في اللاذقية وجبلة إلى أن حجم الكارثة كبير جدا في سوريا ويحتاج دعما دوليا كبيرا مؤكدا مسارعة المنظمة عبر مكتبها الإقليمي بتقديم ما يلزم الاحتياجات كبيرة جدا وفوق ما تتحمل الدولة أو الحكومة السورية والشعب السوري فلذلك ناشدنا العالم أنه يوقف ولله الحمد هناك بوادر العالم أجمع أظهر استعداد لدعم سوريا والشعب السوري من دون تردد نعم طبعا نحن ولله الحمد منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة تحركة الفرق المعنية والمتخصصة في منظمة الصحة العالمية في سوريا من خلال المكتب القطري والمكتب الأقليمي والمكتب الرئيسي في جنيف لتقديم كل أنواع الدعم وحول التنسيق مع الحكومة السورية والدول الداعمة عبر المنظر عن تفاؤله بالحصول على الدعم اللازم دوليا ملمحا إلى أكثر من هذا في المستقبل في المرحلة هذه بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ والمساعدة في عمليات الإنقاذ نكون بتقييم الأضرار بالتعاون والتشاور مع وزير الصحة والجهات المختصة والفرق المعنية على أرض الميدان بعد هذا التقييم بدأنا منذ اللحظات الأولى التشاور مع الداعمين والممولين وهناك بوادر خير فرب ضار نافعة عن المتفاهلين بإذن الله سنحصل على هذا وحول الإجراءات المتبعة صحيا والجهود المبذولة تحدث مدير المشفى الوطني في جبلة عن حجم العمل الكبير وتعاون الجهات ومديريات الصحة في دمشق والقنيطرة وحمص وترطوس منذ الساعة الأولى كانت الإصابات التي وردت عمش في جبلة والضحايا بتفوق بشكل كتير كبير للإمكانيات حوالي 265 وفات وحوالي 175 أو 176 إصابة من خلال الجهود الجميع كل قطاعات الدولة والمجتمع الأهلي الصباح الباكر بعد نصف ساعة بعد الزلزال كانت متواجدة من خلال السيد مدير الصحة وفريق الصحة بشكل كامل مع أدوية ومستلزمات طبية أسعافيين ورغم الجهود الكبيرة للكوادر الطبية حال نقص التجهيزات وعدم القدرة على إصلاحها وتحديثها بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا دون إنقاذ الكثيرين نحن الكادر كان كافي وعنده خبرة الكادر لكن نحن كان المشكلة بالتجهيزات تعرف بسبب الحصار الجائر على سوريا بسبب العقوبات الظالمة على سوريا في عنا بعض الأجهزة حالة دون إنقاذ بعض المرضى لأنه في عنا مرضى كان عندهم إصابات عظمية كان عندهم بحاجة لطبقي محوري بحاجة جاء أجهزة تنظير قوسي هذه كلها معطلة حتى في أدوية نوعية هذه كلها أدوية هذه الحصار منعها عم تفوت على سوريا عم نأمنة عن طريق جمعيات أو عن طريق المنظمات الصحة العالمية كانت متواجدة الصليب الأحمر كانت متواجدة عنا اليوم لقناة CGTN العربية يعرف خير بك اللاذقية